صباح الخير ازايكم يا شباب الفيديو ده مخصص لتالت عددي وان شاء الله فيها نكمل نموذج انتحان محافظة الجيزة. ندخل دلوقتي على الجزء بتاع اللي هو المتعلق بالقصة بتاعتنا. طبعا احنا هنا في الترمي التاني فهنشتغل على اخر تلات فصول. طيب تعالوا نشوف الجزء بتاع اا وصل. عندنا اربع اشخاص وعندنا خمس جمل منهم اربعة طبعا بيمثلوا الاربع اشخاص دول. نقرأ الاول الاشخاص عندي وعندي جاري وبلاك بيوتي وسكنر. اول واحدة اللي هي دي اللي هي مراد سمايز اللي هو مالك بلاك بيوتي. وقولنا ان الحاجة اللي بتميز ليا دي سمايز ان هي كانت مهتمة بالليتيست فاشن يعني احدث الموضة. وكانت الموضة دي في وقتها اني الحصنة يتربط لها special range يعني range يعني لجام والspecial يعني خاصة يبقى لجام خاصة اللي هي اللجام اللي كانت بتخلي أدمغة الحصنة مرفوعة فوق وده كان بيعقهم أو بيخلي حركتهم صعبة طيب يبقى هنا lady smize الإجابة المناسبة لها هي g lady smize liked her horses to use special range يعني حبت أن الحصنة بتاعتها تستخدم لجام خاصة طيب جاري ده اللي هو برضو مالك بلاك بيوتي بس كان سواء تاكسي طيب الإجابة هنا اللي هتبقى بتاعته أو مرتبطة بي اللي هي was a very good driver يعني كان آآ سواء جيد جدا and was kind to black beauty وكان طيب مع بلاك بيوتي number three black beauty الحصن بتاعنا اللي هو راوي القصة الإجابة المناسبة لي هتبقى ايه اللي هي became healthy أصبح بصحة جيدة again مرة أخرى after mister thoregood بعد ما السيد thoregood and his grandson وحفيده looked after him آآ اعتنوا به number four اللي هو سكنر سكنر ده كان آآ تاكسي درايفر برضو سواء تاكسي واشترى black beauty بعد ما جاري باعه سكنر بقى كان ايه was another taxi driver كان سواء تاكسي آخر who bought black beauty اللي اشترى black beauty طيب ندخل على الجزء اللي بعده بتاع الأسئلة آآ نحلها سواء بيقول لي answer the following questions يعني جاوب على الأسئلة التالية أول سؤال بيقول why did Earl smile يعني لماذا Earl smile اللي هو black beauty اللي هو مالك black beauty decide to sell the horses decide يعني قرر to sell the horses ان هو يبيع الحسنة ليه قرر ان هو يبيع الحسنة قلنا اني كانت lady smize اللي هي زوجة Earl smize كانت بتحب تلبس الحسنة بتاعتها special reins اللي هي اللجام الخاصة عشان تخلي دماغتهم مرفوعة وده كان بيزعل ginger جدا جينجر في مرة لما كانوا بيلبسوها اللي هما special reins قامت بدأت ترفص وده سبب ان هي تقع وكان جنبها black beauty كان مربوط معاها برضو فوقعت هي وهو وركبهم تعورت جامد طيب احنا هنقول ايه هنقول ليه بقى الاجابة على السؤال بتاع ليه هو باعهم هنقول لان عندما هم وقعوا هم الحسنة يعني يعني اطلفت ولم يستطيعوا سحب العربية فلاقهم ان ما لهمش لازمة فقرر ايه يباعهم السؤال التاني بيقول هل انت تعتقد black beauty اني black beauty found it difficult وجد صعوبة to live in London ان هو يعيش في لندن why لو انت شايف اني كان في صعوبة قل لي why not لو انت شايف اني ما كانش في صعوبة قل لي برضو هنقول yes اه يعني كان في صعوبة طب لي because the city was very big لاني المدينة كانت كبيرة جدا لان احنا عارفين black beauty قضى معظم حياته في ال in the country في الريف فلما راح المدينة كان الموضوع بنسباله صعب because the city was very big المدينة كانت كبيرة جدا and it was noisy وكانت اه noisy يعني مليئة بالضوضاء صاخبة and busy وايه وزحمة تمام طيب ندخل على question 3 السؤال اللي بعده بيقول do you think هل تعتقد filter deserve to be arrested filter اللي هو المساعد بتاع mister barry mister barry ده كان احد برضو ملاك black beauty وكان business man وفلتشر ده المساعد بتاعه فبيقول هل انت تعتقد ان filter deserve it استحق to be arrested ان يتم الابض عليه why why not طيب filter كان بيعمل ايه اه كان بياخد معظم اه اكل black beauty ليه بقى علشان هما او اسرته كانت بتربي rabbits ارانب وكانوا بيبعوهم في السوق فكان بياخد الاراء الاكل بتاع black beauty ويأكلوا للارانب علشان الارانب بتكبر وان جاي بياهم ايه في السوق فطبعا مستر باري اكتشف الكلام ده وامجيه طلب البوليس وابضوا على فلتشر طيب فهنقول ايه بقى هنقول yes ايوه ان هو استحق يعني ان يتم الابض عليه طب ليه because he stole لان هو كان بيسرع black beauty food طعام black beauty why was it difficult لماذا كان من الصعب for the horses للحسنة to pull the carriage علشان يسحبوا العربية up a hill up a hill يعني فوق وهم طالعين مطلع او طالعين زي تل كده اي مرتفع ليه كان الموضوع بالنسبة لهم صعب لو تفتكروا الجزء بتاع special reins اللي هي اللي جام الخاصة فهنقول ايه هنقول because they were علشان هما كانوا بيلبسوا special reins اللي جام خاص that kept وال والخلة او اللي جام دي خلت their heads high all the time وكانت بتخلي ادمغتهم high مرتفعة all the time طول الايه الوقت وكان الموضوع صعب ان هما يتحركوا بسهولة او يطلعوا اي مرتفع بسهولة وهي دماغتهم مرفوعة كده question number five بيقول how did black beauty كيف black beauty feel شعرة when jerry لما jerry found the work لأ عمل with mrs فاولر مع مادام فاولر احنا قلنا ان جيري اللي هو تاكسي درايفر كان سواء تاكسي وده كان black beauty كان مالك black beauty حصل بعد كده مشكلة ان هو تعب وبعد ما تعب الدكتور نصحه ان هو ما يشتغل ش سواء تاكسي تاني فراح يشتغل عند ميسيز فاولر يساعدها في البيت طيب هنا black beauty ساعتها كان زعلاء لان هو كان بيحب جيري و جيري كان كويس معه فطبعا لما عرف ان هو هيسيب شوانة سواء تاكسي فزعل لانه خلاص عرف او ساعتها فيهم ان هو هيتباع مش هيكمل مع جيري يبقى هنقول ايه هنقول هو شعر بالحزن طب ل عشان هو عرف ان هم سوف يبيعوا تمام طيب ندخل دلوقتي على الجزء بتاع الاختيار بيقول اختار الاجابة الصحيحة من ا ب س او ج بيقول بصوا ياولاد encourage يعني يشجع advise يعني ينصح دول لما تلاقوهم الفعل اللي اللي بيجي بعدهم اللي هو بتاع التشجيع يعمل ايه او ينصح يعمل ايه الفعل اللي يجي بعدهم يجي بالto وال infinitive يعني ايه انا انا نصحت اخي الصغير الاصغر مني انه يشتغل بجد طب لو هقول advised اللي هي نصح هنا اي ايه ايه يعني شجعت طب لو هقول مثلا advised يعني انا صحت هقول اي advised my younger brother انصحت اخي الصغير to work hard وهكذا question number two بيقول we love to watch احنا بنحب انه شاهد the beautiful ايه حاجة جميلة from the train's windows من شبابيك القطار وانت ركب القطر بتبص من الشباك اللي بتشوف ده اسمه المنظر ايه او المنظر الطبيعي طب المنظر ده اللي انت بتشوف من الشباك بيبق اسمه ايه scenery الله ينور يبق we love to watch the beautiful scenery المنظر الجميل from the train's windows من شبابيك القطار question number three بيقول you ask for انت تطلب a او an a when a car or a machine breaks down لما العربية او الالة تتعطل بتكلم مين برافو mechanic الميكانيكي question number four بيقول i have cleaned the kitchen انا نضفت المطبخ but the bedrooms ولكن غرف النوم ايه cleaned yet يعني هنا yet يعني حتى الان يبقى هنا المقصود اني انا نضفت المطبخ ولكن غرف النوم طالما موجود حتى الان يبقى هي منفية يعني بيستخدم yet مع negative لو النفي يبقى غرف النوم اكيد ما تنضفتش لغاية دلوقتي او حتى الان هنا بيكلم عن passive passive اللي هو المبني المجهول في زمن present perfect المضارع التام اللي هو بكونه ازاي have او has وبعد كده بين وبعد كده تصريف التالت ده اللي هو المبني المجهول اللي بقى مقصود بها ايه انه غرف انهم ما تنضفتش مش ما تنضفتش لا هي ما تنضفتش عشان هي مجهول يبقى the bedrooms haven't been cleaned yet حس استخدمت have وبعد كده بسخد بالك هي في النفية عشان عندي yet مش هستخدم اللي هي في الاسبات وبعد كده هستخدم بين اللي هي بتاعة المبني المجهول وبعد كده تصريف التالت للفعل اللي هو cleaned تلك القناة او هذه القناة قناة هنا قناة مائية زي مثلا سويس قناة السويس هذه القناة لا تكون طبيعية اما ايه احنا قلنا لو في حاجة طبيعية اللي هي حاجة طبيعية يعني حاجة من صنع او من صنع الله من خلق الله عكسها حاجة الحاجة مصنوعة الانسان هو اللي صنعها يبقى عكس natural اللي هي طبيعي عكسها ايه man made يعني صناعي يبقى this canal is not natural تلك او هذه القناة لا تكون طبيعية ولكنها تكون ايه man made من صنع الانسان question number 6 بيقول if I knew the answer to the question لو انا كنت عارف السؤال الاجابة بتاعت السؤال i a u عايز يقول يعني لاني هنا الفعل tel يخبر عايز يقول لو انا كنت عارف ايه جابة السؤال كنت اخبرتك بيه خد بالك اني هنا قادة f طيب طيب قادة ف انهي حالة بص احنا عندنا الحالة اللي هي الصفرية وبعد كده عندنا الحالة الاولى الحالة الاولى اللي هي بتعبر عن حاجة احتمال محتمل الحدوث في المستقبل بعد كده عندنا الحالة التانية اللي هي حاجة غير ممكنة الحدوث في الوقت الحاضر اللي هي اللي احنا نتكلم عنها جي في السؤال بتاعنا حاجة غير ممكنة الحدوث في الوقت الحاضر او حاجة مستحيلة بتكون من ايه بنستخدم if وبعد كده بنستخدم past simple اللي هو الموج البسيط والجملة التانية بتبقى would او could او might وبعدها infinitive خد بالك هنا هو حاطة if بعد كده الموج البسيط ايه الموج البسيط new new ده الموج بتاع no no اللي هو يعرف k-n-o-w new اللي هو الموج بتاعتها k-n-e-w تمام طيب حاجة غير حقيقية هو هنا بيقوله لو انا كنت عارف الاجابة بتاعت السؤال ده معنان هم يعرفهاش يبقى لو انا كنت عارف الاجابة بتاعت السؤال الجملة التانية هتبقى i would لان احنا قلنا في الجملة التانية هنستخدم would او could او might يبقى i would tell you كنت اخبرتك بيها ده معنان هو ما يعرفش اجابة السؤال طيب تعالي ندخل على الجزء اللي بعده اللي هو rewrite the following قعد كتابة الجمل التالية مستخدما طبعا الكلمات اللي بين بيقول لي you must stop smoking انت يجب ان تتوقف عن التدخين ده كلام مباشر من اللي قاله the doctor said to علي الدكتور قال لعلي قاله you must stop smoking انا هنا هحوله لكلام غير مباشر باستخدام كلمة advised advised يعني نصح احنا قلنا advised او encouraged encouraged اللي هي شجع advised اللي هي نصح الفعل اللي بيجي بعدهم بيبقى فيه to وال infinitive تمام طيب فهنا لاني خلي بالك دي برضو في الحالة اللي هي الحالة الامرية يعني ما اقول مثلا ايه اه تايد دي روم رتب قطك فهقول هقول مثلا ومين اللي قال الكلام ده اللي قال الكلام ده الام هقول مثلا mom said to علي يبقى الام قالت لعلي وبعد كده بيقول استخدم مثلا told فحقول mom told علي to tidy his روم ان هو يرتب قطو يبقى لما يبقى عندي حاجة امر اربط الكلام اللي موجود بتو وبعده الفعل على طول يبقى مين اللي قال الكلام ده the doctor يبقى the doctor advised علي الدكتور نصح علي ان هو يعمل ايه to وبعد كده حط الفعل على طول to stop smoking ان هو يتوقف عن ايه التدخين جميل طيب السؤال اللي بعده بيقول it's possible that علي got good marks يعني it's possible انه من الممكن that ان علي got حصل على good marks درجات كويسة وبعد كده بيقول يستخدم might have بص انا بستخدم might have دي مع الاحتمال في الماضي تمام احتمال ان حاجة تكون حصل في الماضي طيب بتبقى عاملة ازاي بسيطة جدا might have وبعدها اللي هو تصريف التلب بتاع الفعل فحقول طب معناها ايه معناها كان ممكن او ممكن ان حاجة حصلت يعني طيب شوفوا انا هقولها ازاي وحتفهموا معناها اكتر بيقول علي دي هنا بقى الاجابة علي might have وبعد كده got اللي هو تصريف التالب بتاع الفعل الفعل اللي هو get يحصل على الماضي بتاعه got وتصريف التالي got يبقى علي might have got علي من الممكن او على الارجح ان هو حصل على good marks درجات كويسة مش دي هي هي معنى الجملة اللي مكتوبة اللي هي it's possible that علي got good marks من الممكن ان علي حصل على درجات كويسة صح؟ دايب question number three السؤال التالب بيقول i can't wait i can't wait يعني مش قادر استنى to go to the museum tomorrow اني اروح المتحف غدا وعندي الجملة او الكلمة اللي هو طالبها مني او طالب ان انا استخدمها هي look forward look forward يعني يتطلع الى بستخدمها ازاي look forward وبحط بعدها to look forward to بيجو مع بعض look forward to يجي بعدها الverb في ing لازم خد بالك بقى من الكلام طيب معناها ايه بقى look forward to يعني يتطلع الى نفسه يعمل الحاجة طب انا هقولها ازاي هقول والله انا اتطلع الى الزهاب الى المتحف غدا اقولها ازاي يعني انا اتطلع الى دلوقتي انا بتطلع لحاجة دلوقتي وبعد كده احط الرب في ing طب انت بطلع الى ايه او نفسك تعمل ايه هتحط الفعل اللي هو يذهب اللي هو بس تحط في ing انا اطلع الى الزهاب الى المتحف غدا تمام طيب اه كده يبقى احنا الحمد الله خلصنا نموذج انتحان الجيزة والفيديو اللي هيبقى بعد كده هيبقى عن اللي موجود تحت اوكي واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي سلام اشتركوا في القناة